عايزة استأذنكم نسمع هذا المقطع وهنرجع نكمل الكلام بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعض المسافات في بعض البلاد وبرودة التقص في البعض الآخر وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن وغدا ينطلق مرسن الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وخراها من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تغضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضاء الكامل حيث يشرف قاض على كل صندوق وهو الضمانة الأساسية والملازي الأمين في شفافية الانتخابات ونزهتها والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تمة واستحدثت لزوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن ربنا اهدى على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب ده شيء أكتر من لطيف جملة رائعة جدا أنا سمعتها دلوقتي وعي الشباب حكمة الشيوخ فطنة المرأة المصرية التلات حاجات دول يمكن هم يمكن التلات عناصر الرئيسية عندنا فيه المشهد الانتخابي اللي يبدأ بكرة بإذن الله في تمام التاسعة صباحا وفي عموم الجمهورية الكل يذهب بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الانتخابات